السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم سنقرأ لكم واحد نشرة إخبارية بخصوص واحد الدواء كي تستعمل في المغرب وكي يستعملوه بزا في الناس عليش نقرأ لكم هذه الورقة حيث فيها بعض المعلومات خطيرة جدا مرحبا بكم سنقرأ لكم النشرة الإخبارية التي توصلت بها من طرف أحد منذوب الأدوية واحد الشركة الأدوية في المغرب ومشهورة جدا المندوب طبي يعني الذي يمشي عند الأطباء ويقوم بتعريف الأدوية كان أعطاني هذه الأوراق سنة 2015 يعني باش الأطباء يعرفو هذه المعلومات ويقولوها حتى المرضى بشأن هذا الدواء اللي غاد نهضروا عليه نقرأ عليكم أولا النشرة الإخبارية وفي خلال القراءة غاد نشرحوا النقط التي ترتكز عليها نشرة إخبارية موجهة إلى المرضى بشأن استعمال تيوكولشيكوسيد المستعمل عن الطريق الجهازي يعني عن طريق الفم ولا عن طريق العضلة تيوكولشيكوسيد مرخي العضلات شنهو تيوكولشيكوسيد هو واحد المادة كي يصنع منها أدوية هذه الأدوية هما على غرار رولاكسول ديوكسول كولتراميل وغيرها كي ينبذل الأدوية اللي كتحتوي على هذه المادة تيوكولشيكوسيد فهذه المادة تتعطى خصوصا للآلام ديال الضهر يعني تشنجات وذلك الآلام لكي يقعوا في العضلات خصوصا ديال الضهر تيوكولشيكوسيد مرخي العضلات يستعمل في أشكاله الصيدلية عن الطريق الجهازي أقراس أو كابسولات أو حقنة عبر العضلة لدى البالغين والمراهقين ابتداء من 16 سنة مخصوص ياخد طفل لقل من 16 سنة كعلاج تكميلي لعلاج تقلصات العضلية المؤلمة في الأمراض الحادة للعمود الفقاري الأمراض الحادة يعني مخصوصي تستعمل بالنسبة للأمراض المزمنة يعني الناس اللي كي يعانيوا من آلام الظهر فترة مزمنة أو اللي كي يعانيوا من تشنج العضلات في بعض مناطق الجسم لمدة مزمنة فهدو مخصوم يستعمل ثيوكولشيكوسيد مردة طويلة قبل تناول ثيوكولشيكوسيد عن الطريق الجهازي يجب أن تعلم أن أحد المواد التي تتكون في جسمك عندما تتناول ثيوكولشيكوسيد تعرف بالتسبب في إصابات في بعض الخلايا عدد غير عادي للصبغيات بالفرنسية كيتسمى أنوبلويدي يعني الصبغيات في الخلايا الكروموزومات التي يشكلون في الخلايا يوقع لهم واحد اضطراب في العدد يعني لا يبقوا بنفس العدد لا يبقوا بنفس العدد كما الشخص السليم وتم إثبات ذلك بدراسات في المختبر ودراسات على الحيوانات لدى الإنسان قد يشكل هذا النوع من الإصابات الخلوية خطرا على الجنين حيث يعتبر عامل خطر لتغير الخصوبة لدى الرجال وعامل خطر محتمل للسرطان لا تلحويش كي أضطر على الجنين ويقدر يسبب ضعف الخصوبة للرجال ويقدر يسبب السرطان احرص دائما على تناول هذا الدواء بالاحترام التام لتعليمات الطبيب والصيدلي يجب عدم تناول تيوكولشيكوسيد عن الطريق الجهازي إذا شكل مخصوم ياخدو تيوكولشيكوسيد أبدا كنت حاملا أو تعتقدين أنك ستصبحين حاملا كنت ترضعين كنت من النساء في سن الإنجاب اللواتي لا تستعملن وسيلة فعالة لمنع الحمل خصوصا المرأة التي تقدر تحمل أو تردع علاج لأنه يؤثر على الجانين ويؤثر على الراضيع لأنه لا يزال جسمهم صغير المرأة الحاملة أو التي تردع أو التي لا تشرب موانع الحمل أو التي تقدر تكون حاملة فلا تريد أن تشرب هذا الدواء التيوكولشيكوسيد لا تتجاوز الجرعات الموصبية ومدة العلاج وهي كالتالي خصوصك تحتارم الجوج حويج لبغي تشرب تيوكولشيكوسيد طبعا من غير هذا المرأة الحاملة أو التي تردع الناس الذين يمكن أن يشربوا تيوكولشيكوسيد يجب أن يحترموا جوج حويج الجرعة والمدة بالنسبة للجرعة 8 ميلي جرام كل 12 ساعة أي 16 ميلي جرام في اليوم لا يجب أن تفوت 16 ميلي جرام في اليوم كامل يعني 24 ساعة لا يجب أن تفوت 16 ميلي جرام من هذه المادة تيوكولشيكوسيد وإلا ستسبب لك مشكلة في الخصوبة أو خطر الإصابة بالسرطان لكافة الأشكال الصيدلية عن طريق الفم بالجرعات 4 ميلي جرام و 8 ميلي جرام لمدة علاج محدودة في 7 أيام متتالية يعني أول حاجة مخصص تفوت 16 ميلي جرام في اليوم كامل وثاني حاجة مخصص تفوت 7 أيام ونت تشرب هذا الدواء تيوكولشيكوسيد إلى 7 أيام فأنت في خطر الإصابة بهذه المشاكل الصحية التي قرناها أولا 4 ميلي جرام كل 12 ساعة أي 8 ميلي جرام في اليوم للأشكال الصيدلية عن طريق العضلة يعني كين جوج حواجة إما تشربها كينات فما تفوت 16 ميلي جرام في اليوم إما تضربها شوكا فما تفوت 8 ميلي جرام في النهار ومدة علاج محدودة في 5 أيام متتالية الأقراص لا تفوت 7 أيام الشوكا لا تفوت 5 أيام طبعا سنجعل لكم الصورة النشرة الإخبارية بالعربية وبالفرنسية لمزيد من التوضيحات والمعلومات ونتمنى إن شاء الله الرسالة توصل لجميع الناس وخصوصا اللي كيستعملوا هاد الدواء باش نحافظوا على السلامة ديالنا ونحافظوا على صحتنا وكما كنت قلت لكم مش حال هادي أنا لست ضد الأدوية أنا ضد الغباء في استخدام الأدوية شكرا على متابعتكم نتمنى إن شاء الله تستفدوا وتفيدوا غيركم فالنصيحة ما توقفش عندكم كان معكم طبيب الأمل منا ألف سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة